إلى المسافرين ضمن الرحلة رقم واحد على متن خطوط المستقبل الجديد يرجى التوجه إلى البوابة للتحليق من مطار بغداد الدولي نحو الرؤية الجديدة الرؤية التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي بناء على توجيه حكومي لإعادة مطار بغداد إلى واجهة المطارات العربية وعلى مدرج التحليق لا بد من تطبيق المعايير الدولية لذا رتبت أوراق اتفاقية سلطة الطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية مع شركة ناس الدولية الأسرع نموا وانتشارة وصول مطمئن ومتوقع بالصيغة النهائية إلى أن تنهي الاتفاقية الجديدة الوقت الضائع من عمر المطار فيما مضى وتوفير فرص عمل للشباب العراقي برؤية شركة ناشونال أكبر الشركات في الشرق الأوسط تقود الاتفاقية إلى انسجام سلطة الطيران المدني العراقي منظمات الطيران المدني الدولي الإيكاو وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تنظيم شؤون الطيران المدني وفق قواعد عالمية تضمن التزامها بالقواعد تضع أنظمة التحقيق في الحوادث الجوية وتضمن السلامة لأكثر من مئة ألف رحلة جوية يومية تطبيق معايير اتحاد النقل الجوي الدولي الإياتة أيضا يأتي في سلم أولويات التطوير لمطار بغداد والإياتة الاتحاد الذي يعمل على تحقيق زيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشكلات النقل وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي توقيع الاتفاقية مع شركة ناس التي تأسست عام 2003 وحققت إنجازات واسعة لأكثر من خمسين مطارا في المنطقة يفتح مدارج الطيران لأفق أفضل الخدمات للمسافرين بدءا من حجز التذاكر وحتى انتهاء الرحلة وبأعلى المعايير الدولية وقد عصفت بمطار بغداد أحداث جسام إلا أنه اليوم يعود ببارقة أمل خاصية الترانزيت وتحديث البناء التحتية ومعدات جديدة وإعادة الألق لصالتي باب الوسام الراء تنتهي رحلة زمن مشؤوم إذن وتبدأ رحلة عصر جديد قد يرسم من مطار بغداد استقطاب السياحة وإعادة دماء الحيوية للعراق لجعله محط أنظار العالم أجمع